أعيش أول حاجة على علي معلول آه بصريح تبية علي معلول أسطورة أهلوية لعيب يعني كنا محظوظين أن علي معلول جي لعب في مصر قصة كلها وإيه اللي بيفرق علي معلول عن أي حد في القارة كلها أن علي معلول لعيب زكي وعمره ما بيطلع الكرة من رجله من غير ما بيرفع عينه تعال نشوف بعض اللقطات في مبارات النادي الأهلي للراجل على طول هنا دي اللقطة الكرة بتاعة عمر السلال اللي تصدت أول ما أكرم توفيق هيلعب الكرة لعلي معلول علي معلول أول ما استلم الكرة لازم لازم على طول أهو هنا بس الكادر القريب هيبينها الراجل أمباصس أول ما بص لقى من رفع إيده عمر السلال هيبقى لعب الكرة لعمر السلال قبلها كان عمر السلال رفع إيده بص بقى من الزاوية القريبة الفريم اللي بعده على طول هتلاقي بص علي معلول استلم الكرة الفريم اللي بعده رفع عين لازم يرفع عينه نكمل بقى الكرة اللي بعدها نقوم رفع الأوفر لعمر السلال أباً جداً مش كتيب يعني الحركة دي لا خلق هو الوحيد ده أنا أنا جايب لك لقطة في آخر الفيديو برضو مهمة جدا نفس الكلام هنا ده الهدف أول معالي معلول استلم وشه للأرض أول ما هيستلم الكرة نكمل الفريم وإحنا بنتكلم أول معالي معلول هيستلم الكرة لازم على طوق أهو عمل الاسكان عشان أبقى عارف أنا بلعب الكرة فين وهو ده اللي مخليه أكتر واحد عمل أستاذ في مدينة طبعا لا ووسام كده ووسامت يده ولعب هالي على البعيدة وطلعه بعد المطش قال إن هو كان متفق معالي معلول أنت لعب الكرة خلاص في ظهر المدافع أدي الأوفر اللي اتعامل من علي معلول ووسام أبو علي طلحها برضو جايب لك كدر قرأي بيوريك القيمة بتاعتنا طبعا البسطة أول ما استلم لازم يبص يا كريم طب هو علي معلول بيعمل الكلام ده من دلوقتي علي معلول بيعمل الكلام ده جماعة من الزمان أوي 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 تعالها نشوف لقطة مهمة جدا في ماتش الأهلي والتراجي اتنين واحد كابتو حسام البدري الكرة دي اللي جابها أجاي إيه نفس الكلام علي معلول كان عبطار فيليمين خلو استلم الكرة قبل الفريم اللي قبله بص الفريم اللي قبله بص على طول الفريم اللي بعده أم هيرفع الأوفر لمين لجونير أجاي إيه هنا الزبط هنا بزا ما بقولك استلم الكرة بص أمرافع كرة لجونير أجاي وجاب جون ده في 2017 الرجل ده عنده زكاء أنا ما شفتوش بصراحة بكات ليفت كتيرة جدا وعلي معلول بجد بعد ما يبطل كرة جماهير النادي الأهلي هتحس بفراغ مش طبيعي لأنه بجد العيب ممتع